السلام عليكم سوف نصاب مع بعض الفطيرة الملحة بلا ما تعجلين بلا ما تلك هي تجيب نينة طريقة التحضير نحتاج كسد الحليب كذلك كسد الماء نحن نعبر نفس القياس خميرة للخبز ملعقة صغيرة و شوية شوية للسندة و شوية للملحة نديروا شوية للحميرة 4 كسد السيت تنخلطهم جيدا تنظيفوا الكسد الأول تنظيف خميرة تنظيف ثاني تنظيف خميرة تنظيف للماء لا يوجده ملحة لطوقة من ذلك ما يوجده ملحة خمير ثاني نستخدم خميرة أعضر نصف ثاني منذ الماء يجب أن يصبح خميرة كذلك خلط الخليط لا يكون سيخ بشيء بشيء لا يكون شقيق بشيء بشيء نضيفه بشيء الزعطر الزعطرة كانت تنسب لنا هذه الفطيرة وصافي نجعلها ترتاح واحدة شوية أنا تقريبا خليتها موحت 15 دقيقة بشيء ونجعلها بشيء مشكل محتة تختامر بشيء وصافي نجعلها تختامر ونأخذ واحد الميقلات نقوم بالزيد ونرشها بشيء حتى لا تلصق لكم أو تقوم بحضر زبتا ونقوم بحضر الزعطر بنقوم بحضر الميقلات أو للطاوة ونجعلها تقوم بحضر 11 أو 15 دقيق وبعد ذلك نقوم بحضر العصاص كنا نضع الكفتة ودعو الزيتون قطع و الفرماج ودخل الفرن يكون سخون و نقوم بالدخول حتى يضع الأحمر و لا يحرق الفرماج و لا يحرق الفرماج حتى يتحمره جيدا و لا يريد أن تكون المسجد الحساب مهم انا خليتها ما طايتش بزاف ملتحت قد تجير طبعها وبنينة جربوها وانشح معكم بصحة وراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة